السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وحضراتكم بخير عودنا إليكم ومعكم دائماً يا رب يستمر اللقاء وبشرة خير كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات وكل عام وحضراتكم بخير يتجدد معكم اللقاء وبشرة خير لكل الرغبات في حدوث حمل لكل من تنتظر حدوث حمل ولكل من تسعى لحدوث حمل ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى تلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم على تلفونات البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر سائل اسم اس أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك قبل التوقف كنا استعرضنا مع حضراتكم المرض الأكثر غموضا ولم لا فهو لا يظهر وقد لا تكون له أعراض وقد يكون مؤثرا وقد تعيش وتموت سيدات دون أن تعلم أنها مصابات بهذا المرض والمرض الذي يمثل عائق وضغط نفسي ومادي على المصابات به مرض هجرت بطانة الرحم وكنا استغلينا قبل التوقف شهر مارس وهو شهر التوعية بهذا المرض الذي يصيب السيدات بإحباط شديد حنشوف ده موجود في الصور اللي حنستعرضها النهاردة وحنعرف إيه سبب هذه الإحباطات نتحدث اليوم ونستكمل حديث عن مرض هجرت بطانة الرحم وكنا في حلقات سابقة تحدثنا على المصاب الأعظم الذي المؤثر الأكبر السبب الأكثر لتأخر الحمل لسيدات العالم قاطبة هو تكيوس المبايد واليوم وفي فيديو اليوم سنطرح المنظومة الجديدة في الطب والتي وجدت أن هناك علاقة بين المرضين وأن هناك سيدات تصاب بالدائن معا بعض سيدات المصابات بتكيوس المبايد نكتشف أن عندهم بطانة مهاجرة وابتدت تتوجد علاقة بين المرضين ووجود البطانة المهاجرة يضيف إلى متاعب وصعوبات حدوث الحمل في المريضات المتكيسات حنستعرض الصور مع حضراتكم ومن خلالها نتكلم عن البطانة المهاجرة ثم نتحدث عن فيديو اليوم والعلاقة بينه وبين تكيوس المبايد لو نقدر نشوف أول صورة كده مرض البطانة المهاجرة قلت لحضراتكم أن كلمة أوزس في الطب لما تيجي في نهاية أي حاجة معناها مرض أو داء فإندومتري داء بطانة الرحم فإندومتريوزيس هو داء بطانة الرحم أو داء التبطن الرحمي أو داء انتباز بطانة الرحم أو البطانة المهاجرة كل دي ألفاظ حنسمعها ونقراها في مواقع عربية لوصف هذا المرض كلمة إندومتريوزيس داء الذي يتحدث عن بطانة الرحم بطانة الرحم الطبيعية هي النسيج الذي يبطن السطح الداخلي للرحم إذا وجدت هذه البطانة إذا وجدت هذا النسيج في أي مكان في الجسم عدى بطانة الرحم عدى المكان الطبيعي بتاعه فيصبح اسمه ده التبطن الرحمي أو البطانة الرحمية أو البطانة المهاجرة أو انتباز بطانة الرحم اندومتريوزيس نشوف الصورة اللي بعدها يقال أن الاندومتريوزيس يؤثر في واحدة من كل عشر سيدات ونسبة الإصابة في عشر في المية هذه هي النسبة المعلنة أو المكتشفة لكن كثير من الأطباء المتخصصين في تأخر الحمل وفي جراحة المناظير يقطعون ويقصمون أن نسبة الإصابة بهذا المرض أعلى من هذا وقد تكون ضعف هذه الأرقام ليه؟ لأن هذا المرض لا يكتشف ألا من خلال إجراء جراحة اسمها من زار البط ومش كل السيدات بيجرى لها مثل هذه الجراح وبالتالي في كثير من حالات هذا المرض غير مكتشفة نتيجة لصعوبة تشخيصه فأحيانا يكون بلا أعراض على الإطلاق وأحيانا لا تقوم السيدة بإجراء المنظار فاللي ما عندهاش أعراض واللي ما عملتش منزار لن يكتشف هذا المرض فعشر في المية من السيدات مصابات دي الحالات المكتشفة من المرض وقد تصل حالات غير المكتشفة من المرض إلى نصف الحالات فتصبح نسبة الإصابة بهذا المرض تقترب من عشرين في المية من السيدات في العالم وهذا ما يظن كثير من أطباء تأخر الحامل أن النسبة المعلنة ليست النسبة الحقيقية وأن المرض أكثر وأوسع انتشارا من هذا نشوف الصورة اللي بعدين لكن إذا تخيلنا من كل عشر سيدات هناك سيدة مصابة ودايما المصابات بهذا المرض اتفقنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا الغربية أن يرتدين اللون الأصفر طوال شهر مارس للفت الأنظار لهذا اللون زي ما تشوف كده اللون البينك اللي بيتقال التوعية بسرطان السدي فالتوعية بمرض البطانة المهاجرة له شهر من كل عام وهو شهر مارس ترتدي في محاربات هذا المرض لأنه حرب مستمرة ودائمة زي ما حنستعرض في الحلقات التالية ترتدي في محاربات هذا المرض اللون الأصفر من كل عشر سيدات هناك سيدة على الأقل مصابة ببداء البطانة المهاجرة أو على الأقل في سيدة من كل عشر سيدات تم تشخيصها بداء البطانة المهاجرة لكن يبدو أن المصابات قد يكونوا ضعف أو أكثر من ضعف هذا العدد المعلن وبالتالي في مشكلة كبيرة لما نشوف الصورة اللي بعدها نستعرضها الصورة اللي بعدها بتتكلم على أن البطانة المهاجرة بيمثل تقريبا 176-180-200 مليون سيدة على مستوى العالم مصابات بهذا المرض وهنا تبدأ إحباطات المصابات بهذا المرض هذه الأرقام تماسل تقريبا نسبة الإصابة بمرض السكر زي ما قلت لحضراتكم لكن كل العالم رجالة وستات كبار وصغيرين أطفال وفتيات وصبية وشيوخ يعلمون الكثير عن مرض السكر يعرفوا اسم المرض ويعرفوا أعراضه ويعرفوا توابعه ويعرفوا تأثيراته لكن عندنا مرض بنفس نسبة الإصابة بنفس أعداد المصابين في العالم ولا يعلم في العالم عنه شيء غير يمكن ما بين 15-20% من البشر يعني 80% من الناس أو أكتر لا يعلمون شيء عن مرض البطانة المهاجرة وأحيانا لم يسمعوا عنه شيء على الإطلاق وبالتالي بعض السيدات المصابات به بيشعروا بإحباط شديد نتيجة لعدم اهتمام المجتمع ولعدم معرفة المجتمع ولعدم تقدير العالم لآلمهم ومشاكلهم وحاب أجيب لحضراتك فيديو في سيدة من المصابات بتقول إن أنا زهلت لما دخلت مستشفى بألم شديد فبقول للممرضة أصطنى مريضة بطانة رحم مهاجرة وده سبب الألم اللي عندي فالممرضة دي قالت لها إيه البطانة المهاجرة ده وما هو هذا المرض وبالتالي ده الصورة اللي قدامنا ده منظر رحم وأنبوتين ومبيضين ومرسوم فيهم ستات السيدات بيدعوا لأنه مرض نسائي ولا يصيب ألا النساء عكس السكر اللي بيصيب رجالة وستات وأطفال وكبار وبالتالي إن عدم الاهتمام بهذا المرض بتعتبر السيدات المصابات بهذا المرض نوع من التمييز ضد المرأة نوع من العنف ضد المرأة لأنه مرض لا يصيب إلا السيدات وبالتالي يهملوا العالم ويتغاضى عنه ولا يوجد معرفة عنه ولا يوجد تقدير للمشاكل التي تلاقيها السيدات المصابات وإهمال للمرض وإسمه ومشاكله خاصة أن العرض الرئيسي في بعض الأحيان هو ألم الضورة ولا يهتم العالم كله إيه يعني إن الضورة بتيجي بألم؟ مش مهم بالمناسبة ده ليس العرض الموجود في كل الحالات مش مهم إن تجي لك بألم ما تتقلمي ما تتعذبي ما تتقطعي ما تضربي راسك في الحيط ما تعضي في الأرض وقت الضورة إيه يعني مش مشكلة خلقت السيدات ليعانينا ويتألمنا ده اللي بتشعر به السيدات المصابات من إهمال العالم لهذا المرض رغما عن انتشاره ورغما عن النسبة العالية لإصابة به ورغما عن التبعات المستقبلية له التي لا تتوقف عند تأخر الحمل وعدم حدوثه والتي تصل إلى نزيف واستقصال الرحم في بعض الأحيان والتساقات شديدة وانسداد في الأمعاء وتحول لأورام غير حميدة كل دي تبعات هذا المرض المنتشر انتشار شديد ولكن لا يعلم العالم عنه شيء رغما عن نسبة انتشاره المرتفعة ولهذا نشوف الصورة اللي بعديها الصورة دي بتقول معظم السيدات المصابات بمرض البطان المهاجرة يشعرن بإحباط شديد وأن فرصهم في الحياة ورغبتهم في الحياة بتبقى محبطة جدا نتيجة لعدم وعي المجتمع والناس بهذا المرض ولأنهم مش مفهومين مش مفهوم آلامهم ومش مفهوم مشاكلهم ومش مفهوم معاناتهم وهذا يمثل ضغط آخر غير ضغط المرض المرض له ضغط عضوي ومؤلم وله ضغط اجتماعي لأنه يعيق عن حدوث الحمل وله ضغط في النجاح السيدة في حياتها لأنه بيخليها تغيب عن دراستها وعن شغلها وله ضغط مادي لأنه تكلفة علاجه عالية جدا زي ما هنشوف وكمان في ضغط مجتمعي نتيجة لإهمال المجتمع وعدم تقديره للمصابات بهذا المرض وللأسف الشديد سنجد هناك نسبة من مريضات هذا المرض يفكرنا في الانتحار وحنبقى نجيب لحضراتكم صورة بتتحدث على نسب التفكير في إنهاء الحياة بين المصابات بهذا المرض نشوف الصورة اللي بعدها ومن المشاكل الكبرى في هذا المرض أن معظم السيدات المصابات للأسف الشديد يعانينا ويشتكينا ويذهبنا إلى عيادات الأطباء ويستمر معاناتهم ما بين سبع لعشر سنين من يوم ما يقولوا إحنا بنشتكي بكذا إلى أن يتم تشخصهم عقب كامل من حياتهم عشر سنين من الآلام ومن التحمل ومن التردد على عيادات الأطباء ومن الاستهانة بآلامهم وآملهم وأحلامهم ورغبتهم في عيش حياة طبيعية ويستهين الناس وعشر سنين تعدي ما بين ما الست تبتدي تشتكي وما بين ما يتم تشخيصها في المتوسط ما بين سبع لعشر سنين معظم السيدات المصابات عانينا قبل أن يتم تشخيصهم يبقى مرض ضاغط مؤلم مؤثر ويتأخر حتى الأطباء في تشخيصه وقد تمر من سبع لعشر سنين النهاردة بنتكلم على العنوان الصور بتاعت النهاردة أرقام وحقائق صادمة عن البطانة المهاجرة نشوف الصورة اللي بعديها عشان نضيف للمشاكل دول تلاتة وسبعين في المية من السيدات اللي عندهم بطانة مهاجرة تأثرت علاقتهم بوجود البطانة المهاجرة سواء علاقة الزوجية والحميمية نتيجة لوجود ألم مع الجماعة يجعل هذه السيدة تكره هذا الموضوع أو تتهرب منه وبالتالي تتأثر علاقتها بالعلاقة الجسدية مع الأزواج وبالتالي ده يخليهم بيبقوا مطلقات بنسبة أعلى كثيرا من المعتاد لكن مش بس كده ده 73% احنا بنقول الريليشن بتاعتهم النتيجة لأن الست دي على طول متألمة وعلى طول بتعاني وعندها ألم شديد مع الضورة فعلاقتهم الاجتماعية بتتأثر حنلاقي دايما دي البنت اللي ما بتروحش المدرسة كل شهر يومين ثلاثة البنت اللي ما تقدرش تطلع رحلة مع زميلاتها البنت اللي ما تقدرش تحضر مناسبة اجتماعية ولا عيد ميلاد صاحباتها لأنها وقتها جالها ألم شديد مع الضورة ولا ما قدرتش تطلع الرحلة بتاعت المدرسة ولا في شغلها متفوقها لأنها كل شهر محتاجة تغيب يومين ثلاثة من الشهر وبالتالي الكرير بتاعها ومستقبلها المهني والدراسي بيتأثر شديدا علاقتها المجتمعية علاقتها والنفسية وعلاقتها الحميمية والجسدية بتتأثر وبالتالي مرض بلا متعة على الإطلاق وحياة هذه السيدات المصابات مجموعة من الآلام المتصلة التي قد لا تنتهي حتى بعد العلاج في بعض الأحيان للأسف الشديد 73% من السيدات المصابات بهذا المرض تأثرت علاقتهم الزوجية وبالتالي قد تستدعي إنهاء هذه العلاقة سواء علاقة ارتباط خطوبة جواز وينتهي بنسبة طلاق مرتفعة جدا نتيجة الإصابة بهذا المرض طب هو ضاغط نفسيا وضاغط جسديا بس ولا ضاغط اجتماعيا وضاغط في علاقة زوجية ضاغط أيضا في الصورة اللي حنشوفها بعدك نشوف الصورة التالية سبعين بليون ما يصرف سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط على علاج هذا المرض يقدر ما يصرف من أموال لعلاج هذا المرض سنويا أنا مش بتكلم في عشر سنين كل سنة تتكلف ميزانية دي دولة واحدة اللي عاملة ميزانيات وإحصائيات جيدة وعندهم نسبة عالية من الإصابة بهذا المرض فعندهم إحصائيات قوية جدا تتكلف الخزانة الأمريكية والميزانية الأمريكية وميزانية الصحة الأمريكية والتأمين الصحي الأمريكي سبعين بليون دولار سنويا لعلاج مريضات هذا المرض فهو مرض مكلف مكلف علاجاته كلها غالية ومكلفة ومؤثرة ربنا يجعل أي واحدة بتعاني منه في ميزان حسابتها ما تلاقيه سبعين بليون في الولايات المتحدة الوحدها تصرف سنويا لعلاج مرض البطانة المهاجرة هذه هي الأرقام والحقائق الصادمة عن هذا المرض لو في صورة تانية نشوفها شهر مارس من كل عام هو شهر التوعية بمرض البطانة المهاجرة عشان كده كنا ابتدينا حملة التوعية عشان الناس في مصر تسمع لأنه لما طلعت في البرنامج ده منذ سنوات تقترب أو تزيد الحمد لله على عشر سنوات كنت بقول مرض هجرة بطانة الرحمة أو البطانة المهاجرة أقسم إن في بعض الحلقات بعض الأطباء كانوا بيكلموني أطباء خرين كلية طب بيقولوا إيه وانت تقصد إيه باللفز هجرة بطانة الرحمة وده مرض إحنا درسنا في كلية طب هو اسمه إيه المرض ده كنا بندرسه باسم إيه لأن there is like awareness عدم وعي شديد في المجتمع عن هذا المرض وقرر المريضات والأطباء المتخصصين في هذا المرض أن يكون شهر مارس من كل عام هو شهر التوعية بهذا المرض وإن العلامة دي لما بنشوفها يبقى علامة مرض يصيب السيدات ولما يبقى اللون أصفر يبقى المرض ده بنتحدث عن البطانة المهاجرة شهر مارس واللون الأصفر وهذه العلامة إذا اجتمعت الثلاث حاجات دول فنحن نتحدث عن اندومتريوزيس ده البطانة المهاجرة هجرة بطانة الرحم ده البطانة الرحمية ده انتباز البطانة الرحمية ده التبطن الرحمي أي من هذه الألفاظ حتلاقوها في المواقع العربية هل في صورة أخرى؟ طيب ناخد اتصالات اللي معانا ونحضر الفيديو عشان حنتحدث عن مرضين مرضين شهيرين ونقول ونلفت النظر اللي الأسف المنطقة العربية والأطباء العرب لسه مش واخدين بالهم أن هناك علاقة وثيقة بدأت تظهر بين المرضين مرض تكيّس المبايد وبطانة الرحمة المهاجرة واللي حيقول لأ واللي حيعارض كلامي واللي حيقول لأ الكلام ده مش موجود في كتب الطب هنقدم له الفيديو ده عشان يراجع ويحدث معلوماته معنا اتصال تفضل نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ماذاكي دكتور أهلا بحضرتك يا دكتور أنا من محافظة جنة أنا من عشر سنين يا دكتور اتصلت عليك وانت وقالت لك أن أنا عندي تكيسات على المبايد ورحت اديتني يا دكتور سيتوفاج ماشيت بيه تلع شهور وبعد تلع شهور رحت جبت كل ميت منشط كنت أقض برشامتين الصفحة برشامتين الليل بالليل وحملت قال ليه ثمان سنين وقفة ورحت حملت بتوأم الحمد لله حملت بتوأم ولواد وبنت ربنا يخلى أملك بيت توفّد دي السلواد دلوقتي الى11 السنة دكتور ربنا يخليه ويبريت فيه وحاليا أس عدى ثلاث أولاد ربنا يخلى أملك دكتور أخرا أخر طفلة دكتور كانت عندي المشيمة الملتصقة أنا ولدت الواد الأولاد طبيعي الثالث وألدت قيصري والثالث قيصري طيب حضرك عمرك كم سنة الآن طيب هو فندم الغيب الغيب بعد إذن حضرتك بس عشان هم بيضغطوا علي عشان فاصل بس أنا حجاوب حضرتك بعد الفاصل لكن بس حجاوب أقول دايما عندما نسأل عن المستقبل الغيب يعلمه رب الغيب سنتحدث عن فرص عن نسب عن احتماليات لكن اليقين في علم الغيب يعلمه رب الغيب فهو الوحيد الذي يعلم الغيب سنتحدث عن نسب وفرص لكن أنا بشكر حضرتك والحمد لله الذي يجعل هذا البرنامج لا نقول فيه إلا حقا والذي يجعل هذا البرنامج أن حضرك لما اتصلتي من عشر سنين ونصحناكي حصل حمل بعد ثمان سنوات من تأخر الحمل والذي يجعل لنا في كل بيت يا رب ولد أو بنت تشوفوه وتدعو لنا وندعو الله أن يوفقنا وأن يستمر توفيقه وما نقوله هو خالصا لوجه الله وقد نوفق وقد لا نوفق لأن دي طبيعة البشر لكن ولله الحمد سنقول لحضرتك النسب والفرص لكن أستأذن حضرتك ونجيب بعد فاصل قصير فاصل وبعد الفاصل نواصل بش تخير السلام عليكم وعودنا عليكم بعض الفاصل ونستكمل الحديث معكم وبشرة خير ونجيب على التساؤل اللي جالنا حضرتكو هتبتدوا تسمعوا كتير وسمعتوا الفترة الأخيرة الكلام كتير عن المشيمة الملتصقة زي ما حضرتكو سمعتوا الاتصال ده يعني ايه مشيمة ملتصقة وحصلت وتحصل ازاي وليه وأسبابها ايه وايه بالزبط اولها واخرها كده هنستعرض ده سريعا الطبيعي ان المشيمة تتكون في الجزء الاعلى من الرحم وده 99.5% من الحالات 0.5% أو 1% اقل من 1% من المشيمة تبقى في المنطقة السفلة من الرحم اللي بيخليها تيجي في المنطقة السفلة ليس هناك سبب محدد اذا جات المشيمة لتحته وهي ما نسميها المشيمة المتقدمة وكان فيه كمان جرح لقيصرية سابقة ففيه نسبة عالية جدا ان هذه المشيمة المتقدمة اللي وارد ان يحصل منها نزيف تعمل التصاق شديد بعضلة الرحم وتبقى مشيمة ملتصقة وقد لا تنفصل وهذه الحالات بعد الولادة نخرج الطفل ونلاقي فيه نزيف شديد من ان عدم انفصال المشيمة وقد تستدعي استقصال الرحم ليه بنسمى عنده كتير الايام دي لان نسبة القيصرية زادت في مصر جدا وبقينا من اعلى دول عالم اجراء لجراحات القيصرية فابتدينا نقابل مضاعفاتها بنسبة علي يبقى المشيمة المتقدمة احيانا يكون من اسببها القيصريات المشيمة الملتصقة هي مشيمة متقدمة ومع قيصرية والتصقت بعضلة الرحم وبيبقى من الصعب جدا انفصلها وهي حالة تؤدي الى نزيف شديد قد يهدد حياة السيدة وتحتاج الى فريق جراحي متميز والى اجراء هذه القيصرية في مستشفى معدة ومخصصة ومزودة بامكانية توفر اكياس دم كتير لهذه السيدة وقد ينتهي الامر باستقصال الرحم وقد تكون المشيمة دي مخترقة الرحم الى المثانى او الحالب او اعضاء حوالين الرحم وكل دي تمثل ضغط طبي جدا وبالتالي كل ما هالستات هتولد عدد مرات اكتر وتحمل اكتر وكل ما تعمل قيصريات اكتر كل ما احتمالية حدوث المشيمة المتقدمة والمشيمة الملتصقة تبقى اعلى اللي حصلها مشيمة ملتصقة قبل كده وربنا نجاها وخرجت على قيد الحياة وخرجت بالرحم بتاعها هل في احتمال انه يتكرر نعم هناك احتمال انه يتكرر مش لان جالها مشيمة متقدمة قبل كده لان هي عندها الرسك فاكتورز عامل الخطر اللي هي انها عاملة قيصرية وبتحمل مرة اخرى عليه في احتمال ان ده يحصل نعم وفي احتمال ان لا يحدث واذا حدث يمكن اكتشاف الكلام ده ايوة يمكن اكتشافه من الشهر الرابع الخامس من وقت تكون المشيمة او بعمل صنار صلاسي الابعاد ودبلر علشان نشوف التصاق المشيمة بجدار الرحم هل في حاجة في ادنا نعملها لمنع تكون هذا لا ما عندناش حاجة نمنع عندنا حاجات للاكتشاف المبكر لاننا نعرفها بدأ بدري ولما نعرفها مش هنقدر نغير في الامر شيء لكن لازم الولادة تتم في مكان متخصص وفيها الخطورات اللي احنا قلنا عليها دي ولازم فريق متخصص اللي يتعامل معه وطبعا الشيء بالشيء يذكر مدرستي وبيتي والفخر الطب في مصر وفي افريقيا والعالم العربي والشرق الاوسط مستشفى القصر العيني وقسم امراض النساء والتوليد قصص فريق متخصص ومتميز في جراحات المشيمة المتقدمة لدرجة لنا ابحاث عالمية وكل ما يذكر هذا الموضوع في اي مؤتمر طبي يقولوا لو سمحتوا عايزين نرجع لخبرة فريق قصر العيني في التعامل مع مثل هذه الحالات معنا اتصال تلفوني اخرى نحضر الفيديو يا جماعة ايه ناخد الاتصال وحضروا الفيديو تفضل السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام يا فندم بعدين حضرتك يا دكتور احنا عملنا المريم عند حضرتك منزار رحمي ومنزار باطني وحضرتك عوصد بعمل حقنا مجالي عشان البوايضات غلاية لأتفاق المجام المخزون قليل المخزون قليل ايه ايه مش وحش بالنسبة للمخزون قليل اتخصى منهم قد ايه اتخصى من الدرجة الاولى كويس نزلنا جنينين وحصل اجهار في الشعر الاولاني نزل للأسف ده وارد ايوه وبعدين دلوقتي فيه جنين مجمد فيه جنين مجمد ايوه تروحوا تنقلوه نصحة حضرتك من ننقله ولا نبدأ دورك تنشل حضرتك اكنك بالضبط قابلتني في الشارع وبتقول لي انا مزنوق في فلوس وعايز فلوس انا تفتكر اروح استلف من ناس والف عليهم ولنا لي شهادة مجمدها في البنك افكها الاول تفتكر الرد حيكون ايه الحاجة اللي في ايدك وبتعتك ومتجمدة ليك روح فكها واستخدمها جايز يحدث منها حمل كون انه حصل حمل وانتهى باجهاض دوارد جايز الجنين ده لا يحدث منه حمل لقدر الله وقد يحدث ويكتمل وقد يحدث ويجهض لكن كمان التكلفة والضغط العصبي والنفسي والمادي عليك واقل كتير لما الجنين مجمد صحيح هو واحد بس وده وفوحدة بويضاتها مش نوعيتها جيدة فدوارد انه لا يحدث حمل لقدر الله او يحدث وينتهي باجهاض لكن الاول نستغل ده لان ده ممكن نعمله بسريقة سهلة وبسيطة ورخيصة وبعد دورتين تلاتة من الاجهاض اللي حصل فاذا حدث حمل فبها ونعمة فاذا لم يحدث حمل ساعتها بعد دورتين نبقى انقرر محاولة الحقن المجهري لكن استخدام الاجنة المجمدة دايما هو الاولى وان شاء الله ربنا يوفقكم شكرا وانت بالصحة وبكل سلامة ان شاء الله رب نسمع منك اتصال قريب ان حصل حمل حمد لله ان احنا يعني لما بنصف لناس بنصف لهم الطريق السليم الصحيح الاسرع تمام الحقن المجهري ليس تخصصي ومع ذلك قلت الناس دول انا مش فاكر الحلقة ايه لكن قلت الناس دول عند المخزون قليل المنظار لما عملناه اكتشفنا ان المخزون قليل وعدد وجودة البويضات وفي مشاكل قدة للمخزون قليل الاعلى والافضل هو في اللجوء الحقن المجهري وعملنا منظار رحمي اللي بيسهل فرص حدوث الحمل بالحقن المجهري عملنا الحقن وطلع عدد من البويضات معقول بالنسبة لوحدة مخزونها قليل لم نكن موفقين ان شاء الله ربنا يوفقنا بس ده دليل ان احنا اللي قلناه هو صحيح لانه لم يحدث حمل الا باستخدام هذه التقنية لما سمعنا الكلام وروحنا نعمل ده ان شاء الله خير معنا اتصال تليفوني اخر تفضلوا دكتور عدل اهلا يا فندم اتفضلي يا دكتور انا اتزوجة من خمس سنين كويس حصل حمل بعد سنة واربع شهور على اشاعة سبغة ايو جميل بعدها حملت الحمد لله والحمل وصلت الشهر التاسع بعد الجنين اتوفى اتوفى في بطنة ما كنتش عارفها اسباب الوفاية دكتور ايو اولا انا اعرفها اللي اعرفها الوحيد واللي قدر يفتي فيها هو من كان يتابع هذا الحمل اهلا دكتور اخطال لي ان المية كانت زيادة شوي حواليه وحضرتك حد فاهمك ان المية الزيادة تقتل الجنين انا بقى اقول لحضرتك المية الزيادة دي ليست مشكلة لكن المية الزيادة اذا كان سببها وده اكتر اسببها ارتفاع سكر الست دي اثناء الحمل فالسكر يقتل الجنين وده تمرين طبي مشهور ستة حامل محدش حلل لها سكر السكر بيعلى من غير محد يدرى السكر لا يقتل الاجنة الا في الاسابيع الاخيرة من الحمل كل اللي تلاحظوا ان الست دي المية حواليه حوالين البيبي كتير شوي اه وكان عندي نسبة يولال في الحمل يا دكتور بس الدكتور اهمني بس حملت في تثمم حمل والجنينة وفر بعدها بقى لي ثلاث سنين محصلش حمل من بعد الحمل وزنك زاد قد ايه خلال الفترة دي؟ لا يعني يا دكتور قال لي جانب يعني بسبب الحالة النفسية هو كان كام وبقى كام؟ هو واسد حوالي اربعة واربعين وصولي مية تلاتة وخمسين والدورة اخبارها ايه وتشخيص الاطباء ايه لسبب تأخر الحمل؟ استبويض ضعيف شوية كان عندي صور يعني هرمون البلوكسين عالي عالي يعني فاخذت علاز اكتر من مرة فالنسبة بتقل شوية وسترجع تاني بس الفترة دي الحمد لله بترجع تاني يعني بيوصل لكام هرمون اللبن الرقم اعلى رقم ووصل له كامية؟ تسعة وخمسين يا دكتور طيب وحد برضو انا هقول لحضرتك يعني هما بيلقوا تسعة وخمسين بيدوك علاج بعدين تروحي تقسي يقول لك ده عشرة الله جميل وقف العلاج فحضرتك بعد شهرين تلاتة اربعة يقوم حد يقول لك رحي إيسي تاني فتلاقيه تمانية واربعين فنمشي في نفس الموال مرة اخرى بعد إذن حضرتك لو سمحتي حضرتك حد يلزمك بأغد علاج لهرمون اللبن باستمرار لحين حدوث حمل واضح قد النصيحة رقم واحد ما قلتش ان ده السبب الرئيسي لمنع الحمل تلات سنين لكن هذه الحالة يتم التعامل معها كده حد أجرى تحليل الغدة الدرقية او يا دكتور كويسة يعني الدكتور قال لي كويسة تمام انا بسأل ليه بقى لان فيه علاقة بين الغدة الدرقية وبين هرمون اللبن فمن الأسباب اللي تخلي هرمون اللبن دايما مرتفع هو خلل الغدة الدرقية طيب والطبويد أخبره ايه التبويد تحسن شوية دكتور يعني قصته في مقرف لليوم الستاشر كان 24 أو 25 طيب وحضرتك بقالك تلات سنين بتروحي لدكاترة بتاخدي علاجات لهرمون اللبن بتاخديه شوية وتقفه شوية وبتاخدي تنشيط للطبويد ولا يحدث حمل طيب طيب ما فيش أي مشاكل طيب حضرتك بس تسمعيني لأننا اللي هقول لحضرتك صادم للي بيوصله لك أولا حضرتك قلت يا أنا حملت على أشعة سبغة وحضرتك عايزة توصلي للناس وده لمالة أسمح إنه يوصل لهم إن أشعة السبغة دي علاج وإن الستات لما بتعملها بتحمل نعم بعض الستات لما بيعملوها فرص الحمل في الثلاث شهور التالية لأشعة السبغة بتبقى أعلى شوية لسبب غير مفسر طبيا لكن لا يمكن الاعتداد بإن أشعة السبغة بتعالج شيء ولا يمكن قبول الكلام الغلط والكدب اللي بيتقل ستات ده أشعة السبغة سلكت الأنبوبة على فكرة أنت أنا بيبكت مسدودة وإحنا اللي سلكناها بالسبغة تمام فأشعة السبغة ليست علاج فحضرتك كمان يعيني عملت أشعة السبغة مرة تانية لإنني قلت أنا حملت المرة اللي فات لما عملتها معملها تاني حيحصل حمل ده اللي حصل المرة اللي فاتت ده كان قدرا ولكن ليس له سنة طب يعتد بيه ويعتمد عليه ونستخدمه لأسلوب علاجي نمرة اتنين التبويض ومشاكله مش المفترض أن يمنح حمل تلات سنين ليه لأن تلات سنين دول عايزين نحسبهم كده يطلعوا تقريبا ستة وتلاتين شهر أكتر أو أقل فهل يعقل إن في ستة وتلاتين شهر ما جاء الشهر واحد ما يسبح بإن يحدث حمل فأنا مش معترض إن فيه مشكلة في الطبويد نعم قد تكون هناك مشكلة في الطبويد لكن هناك غالبا مشكلة أكبر من الطبويد لأن مشاكل الطبويد تؤخر شوف اللفظ تؤخر ولا تمنح حمل لكن لما نصل لسنتين أو أكتر من عدم حدوث حمل مطلقا ده من عتام وبالتالي نقبل إن فيه مشكلة في الطبويد ومشكلة في الهرمونات زي هرمون لبن لكن لا نقبل لأن هذه هي المشكلة الوحيدة هناك مشكلة أخرى الحاجة التالتة الصادمة لحضرتك لما نعمل أشاعة السبغة وتطلع الأنابيب سلكة ده مش معناه إن الست ما عندهاش مشاكل إزاي بقى؟ لأن أشاعة السبغة المفترض إنها بتدور على حاجتين أو بتظهر حاجتين بتظهر الأنابيب دي سلكة نفزة للسبغة ولا أتنين بتظهر وجود التساقات أو مشاكل في الحوض وأشاعة السبغة دقيقة ونسبة حساسيتها عالية لأنها تقول الأنابيب سلكة ونفزة ولا لأ فلما بتقول إنها سلكة بتبقى غالبا سلكة وده تقررها وقرارها صحيح لكن نفس أشاعة السبغة مرجحة وليست قاطعة لوجود التساقات في الحوض بمعنى إن ياما كتير مننا وأكثر الناس علما وأكثر الناس خبرة مسك أشاعة السبغة وقال دي ممتازة فعملنا للست منظار بعدها فلقينا الحوض مليان التساقات حيث أشاعة السبغة لا تظهر للتساقات بصورة واضحة وليست قاطعة في تشخيصها ويا ما عملنا لسيدات أشاعة سبغة وقلنا إيه ده ده الأشاعة دي سيئة جدا ده بتشير لوجود التساقات شديدة وعملنا منظر وملئناش للتساقات خالص وبالتالي لما يمر ثلاث سنين من عدم حدوث حمل مطلقا ولا يوجد تفسير واضح دامغ قاطع لعدم حدوث الحمل يجب التفكير فإن هناك مشكلة خفية علينا آه عملنا تحليل الزوج زي ما كنتوش عملتوه نعمله آخذنا علاج الهرمون لا بل كنا بناخده بطريقة خطأ والوقت خدمين ومزبوط آخذنا تنشيط للتبويد أيوة تبعنا التبويد أيوة عملنا أشاعة السبغة كل الكلام ده لم يظهر شيء يبقى دا سمو فيه تأخر حمل مجهول السبب غير واضح السبب يبقى الست دي مطلوب أنها تعمل فحص آخر أكثر دقة لبيان المشكلة الست دي لازم تروح لحد متخصص في تأخر الحمل فيقول كلام علمي وقد تحتاج لعمل منظر لبيان سبب تأخر الحمل إيه ده بالمختصر معانا اتصال آخر مدام عبير السلام عليكم عليكم السلام أنا يا دكتور إذا كنت بأفتاح احنا على الدكتور عشان أحلب تنقل تكيّسات على المبيض وتعالى كثير منها طب بعد إذن حضرتك بعد إذن حضرتك سانية اسمها تكيّسات على المبايض لأنها مش على المبيض وما سمهاش كان عندي لأن تكيّس المبايض لا يحكي عنه بالفعل الماضي فتكيّس المبايض مبايض ماضي وحاضر ومستقبل حيث أنه مرض مزمن لا يشفى فحضرتك استخدمتي كلمة اتعالكت منها فإذا كنت تقصدي اتعالكت بمعنى اتزبطت تكيّسات فهو لفظ صحيح أما تعالكت بمعنى شفيت وكان عندي وخلص فهذا وهم وليس حقيقي ولا أسمح بأنه يقال هنا تمام؟ كان عندي تكيّس مبايض اسمها قالولي أنه عندي تكيّس مبايض وخدت علاج لتكيّس المبايض حصل حمل بقى؟ لا يا دكتور هو قاللي تعالي أول الضورة وقاللي ما يحصلش جمع وجزء جيّه بعد الضورة عن طريق معرفة تشاهد البرشام اللي هو مرة الثاني في اليوم على خمس تيان أيوا اسمه تنشيط للطبويد البرشام اللي بيتاخد خمس تيان ده اسمه منشط للطبويد يعني الدكتور قاللي حضرتك تاخدي تنشيط للطبويد وتيجي نتابع الطبويد عشان نشوف استجابة المبيض لأدوية التنشيط هو ده مش مفترض يعني أو بس هو يبدو يبدو إنه كان بيقول لحضرك إنه ما يحصلش جمع عشان يحاول يوفر أحسن عينة للسائل المنوي لما يبقى فيه طبويد عشان يوفر فرص أعلى للحمل جايز مهم وبعدين للوقت يا دكتور انفر أخذ بها بعد ما جوزي مشي لا هو لما حضرتك ده منشط للطبويد عشان يطلع بوايضات عشان يحصل حمل جوزك مشي هناخد المنشط ونطلع بوايضات لمين تمام؟ يبقى المنشط لازم يتاخد في الفترات لا ما هو برضو ما بيتاخدش المنشط ما بيتاخدش لما هو ييجي تنشيط الطبويد بيتاخد بداية من اليوم التاني للخامس من بداية الدورة لمدة خمس تيام طب افرد أنا بقى ما افتكرتش ما وعدش أيوة لما تيجي ما افتكرتش على اليوم العاشر ينفع أخذ منشطات كده هو يعني تعمل أي حاجة لا ما ينفعش تمام؟ طب أنا أعرف عيانة كانت بتيجي عند حضرك وحضرك في اليوم العاشر كتبت لها حقوق نتمنشط كدبنا حقوق نتمنشط لاستكمال ما بدأته مش لتبدأ تنشيط للطبويد واضح؟ واضح؟ يا دكتور لما تيجي بداية من يرعب أيوة فاند بس حضرتك لازم تروحي الدكتور يفهمك أنت في حاجات حقائق كتير في حالتك بنتش فهمها لازم تعرفي يعني إيه أن الدواء ده منشط ويعني إيه تكيّس مبايد والمنشط ده بيتاخد في أيام إيه واروح أتابعه إمتى تمام؟ ومش حاجة كده اسمها أخده عادي لإن ده المنشط ده مش علاج للبرد واروح أتابعه أول يوم الضوير طيب المنشط ده مش علاج للبرد أخده وأعود في بيتنا ده لازم أخده واروح أتابعه التبويد حضرتك محتاجة تروحي الدكتور المتخصص يعني لما ما هو أنا بروحي الدكتور لأ لأ أنا أقصد دكتور متخصص وتعودي تفهمي لإن حضرتك بتكلميني والمعلومات كلها مش وصلة لك لدرجة أنك بتقولي لي جوزي سافر وأخد المنشط بقى يعني هو بيمشي الجمعة ويجي الأربع لأ أنا مليش دعوة ما يفرقش معايا الجمعة من الأربع أنا اللي يفرق معايا ده يوافق اليوم الكام من بداية دورة حضرتك تمام؟ فلو هو بيمشي الجمعة ويجي الأربع والأربع ده وطلع موافق اليوم السبعتاشر من بداية الدورة فمرت أيام الطبويد ومجيء يوم الأربع أنا آسف في اللفظ يعني كعدمه لأنه مش مجدي في حدوث الحمل أيوة حضرك اسمعيني بقى اللي هقوله ده قبل ما تسأليني السؤال ده واتكرريه عليها رابع مرة حضرتك تروحي لدكتور متخصص تعودي قدامه يفهم حضرتك يعني إيه تكايوس مبايد؟ يعني إيه تنشيط للطبويد؟ أدوية التنشيط بتتخذ إمتى؟ متابعة الطبويد بتتعمل إزاي؟ لازم تخرجي من العيادة فهمة لا هو حضرتك بقى حضرتك حقول الجمل دي تاني وتردي عليها تقولي حاضر إن شاء الله هعمل كده خلاص؟ حاضر حضرتك حتروحي لدكتور متخصص يعني تخصص وتأخر حمل يعني لما بقاعدة في العيادة ملاقيش كل اللي قاعدين في العيادة ستات حوامل لأن دي مش مكاني تمام؟ أفهم يعني إيه تبويض؟ والعلاج بيتخذ من اليوم الكام والمدة قد إيه؟ اسمعيني من خلال التلفزيون بعد إذن حضرتك والكنترول نحضر الفيديو بعد إذنكم هل في أي اتصال معنا ولا ناخد الفيديو؟ طيب الفيديو تتحدث فيه وحدة منصقة للحديث عن البطانة المهاجرة وإحنا قلنا البطانة المهاجرة مع آلام السيدات لكن معظم المصابات بيها سيدات في غاية الرقة والأنوثة والجمال هتحدثنا وحنترجم حديثها عن التكيس المباعد والبطانة المهاجرة والعلاقة التي وجدت حديثا بين المرضين نشوف الفيديو ونعلق عليه ولما نحتاج نتوقف هنتوقف وأقول لحضراتكم فضالوا باسموه فضالوا باسموه في 25% مرض تكيس المباعد مرض الأكثر انتشاراً هو يمكن يكون أكثر معرفة للناس بي المعلومات عنه أكثر نسبة الإصابة بيه زي ما هي قالت لا تقل عن 20% من السيدات في العالم دلوقتي خمس السيدات العالم على الأقل عندهم تكيس المباعد وفي مناطق في العالم نسبة الإصابة بتكيس المباعد أعلى كثيراً من هذه النسبة تمام؟ لكن قالت ان البطانة المهاجرة الأرقام المعلنة 10% رجعت قالت ايه بقى؟ 25% شوفوا حديث الأرقام الذي لا يخطي 25% من مريضات التكيس اكتشفنا أن عندهم بطانة مهاجرة وفي علاقة وثيقة بين المرضين بالمناسبة مرض البطانة المهاجرة لا يكتشف ألا من خلال منزار فلما نيجي نقول لسيدة عندك تكيس المباعد ومحتاجين نعملك منزار يقوم دا كترة الحقن المجهري اللي عايزين ياخدوها يعملوها حقن المجهري لا 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 اوعي تعملي منزار بيحرموها من قيمة المنزار لتشخيص هل هي مصابة بمشكلة أخرى مشهورة مع تكيس المباعد ولا لا وهذه المشكلة إذا كانت موجودة اللي هو البطانة المهاجرة يؤثر بالسلب على الحمل وفرص حدوثه ونسب نجاح الحقن المجهري لكن هم عايزين يعموها عن هذه النقطة ليه؟ لأنها إذا أجرت المنزار قد نعالج المرضين فتحمل طبيعي فيفقدوا أنها تبقى زبونتهم ويخفو عنها طبيعة مرضها نشوف الحقائق التالية عن مرض البطانة المهاجرة نستكمل الفيديو بعد إذن حضراتكم نشوف الحقائق التالية نشوف الحقائق التالية ممكن نخلي الصورة اللي كانت موجودة الصورة اللي وقفناها في الفيديو نخليها موجودة على الشاشة جنبي معايا إذا قدرنا نخلي الشاشة معايا عايز صورتي معايا ده طيب الوقتي زي ما هي كانت بتشرح كده بطانة الرحم الطبيعية عايزين الصورة بتاعت الفيديو مع صورتي بعد إذنكم في شاشة واحدة إذا أمكن بطانة الرحم الطبيعية دي بتنمو داخل تجويف الرحم تستجيب لهرمونات المبيض التي تخرج أثناء عملية التبويض فيحدث سمك في بطانة الرحم ثم عند عدم حدوث حمل تهبط هرمونات المبيض فيحدث شيدنج تتقطع بطانة الرحم الداخلية من بعضها وتنزل في صورة دم دورة يبقى دم الدورة الذي تعتقد السيدات أنه دما خالصا هو ليس دما خالصا هو دم ولما نشبص عليه تحت الميكروسكوب مع نسيج اسمه بطانة الرحم هذا النسيج اللي هو بطانة الرحم اللي مفروض يبقى موجود داخل التجويف الرحمي لسبب لا نفهمه بيرتد جزء من دم الدورة في الأغلب دي النظرية الأكثر قبولا حاملا معه البذرة اللي اسمها بطانة الرحم لتنزرع في الحوض فإذا انزرعت بقت بطانة الرحم الخارجية المهاجرة اللي موجودة في الحوض وبطانة الرحم الداخلية الطبيعية اللي موجودة جوه الرحم ولتنين نفس النسيج فبيستجيبوا لهرمونات المبيض فالصورة اللي قدام حضراتكو على الشاشة اللي فيها نقط سودة على سطح الأنبوبة قناة فلوب وعلى أعضاء الحوض هي دي النقاط الدموية من مرض البطانة المهاجرة بقت فيه بذرة من نسيج اسمه بطانة الرحم موجودة في الحوض هذه البذرة ستستجيب لهرمونات المبيض وتيجي وقت الدورة تتمزع وتنزف دم بس الدم بتاعها ده غير دم الدورة اللي جاي من بطانة الرحم الداخلية اللي موجودة في مكانها الطبيعي بطانة الرحم الطبيعية تتمزع وينزل دم دورة له مخرج من عنق الرحم إلى المهبل إلى الخارج بطانة الرحم المهاجرة اللي موجودة في الحوض تنزف دمًا وقت الدورة داخل حوض الست في بطنها فأكن بيحصل لها نزيف داخلي مع كل دورة عشان كده عندها آلام شديدة مع الدورة وهذا الدم المتجمع والذي يتكرر كل شهر يحدث التهابات في منطقة حوض دم دورة متجمع جوه الحوض ويحدث التساقات بين أعضاء الحوض وبالتالي يؤثر بالسلب على عمل أعضاء الحوض وعلى طبيعتها ده ملخص كيف ينشأ مرض بطانة الرحم المهاجرة وكيف يحدث مشاكله وصورتي أنا هتفيد وحنكمل الفيديو بعد إذن حضراتكو فول سكريم عليهم أعضاء الحف LIKE من الارتخار بسبق المطريني وفق المريضة بالخطوة ثانيا للمطرين على الارتخار من الارتخار من الجانب التقط لعشمن قائع مرحلة تميؤ Wikلالات والبعال ووضع لهم مرحلة ان الجانبية بسبق المشترة وي permanدون جدًب كيف الكثير من الخطوة عدد بالجوم مرض البطانة المهاجرة العرض الرئيسي له العرض الرئيسي أنه أحيانا قد لا يكون هناك أعراض على الأطلاق العرض الرئيسي تأخر حمل مجهول السبب ستات تحارب لعدم حدوث حمل لعدة سنوات بقى لي ثلاث سنين ما حصلش حمل زي الاتصال اسمعتوه بقى لي خمس سنين متجوزة ما حصلش حمل ما فيش دكتور مديني سبب واضح مديني عقاد نافع حد بيفصر لي تفسير يقيني أنا ما بحملش ليه تأخر حمل مجهول السبب هو واحد من أكثر أعراضه أحيانا قد لا تكون هناك أعراض من اللي هقولها دي على الإطلاق لكن الأعراض الأكثر ظهورا غير تأخر حمل مجهول السبب هو ألم الضورة ألم الظاهر ألم الجماع ألم مع التبول أو التبرز ألم مع حركة الأمعاء دايما هنسمع ألم 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 في أيام التبويض وأعراض أخرى سنستعرضها لاحقا لكن هنستكمل حديث ونشوف العلاقة واللينك بين المرضين تكيس المبايد والبطانة المهاجرة بس ندي لحضراتكم فكرة سريعة عن تكيس المبايد اللي احنا قلنا عنه كتير جدا نشوف بقية الفيديو نحن 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 بحرات الأضاء والعمامت يمكن أن توقفها نحن معنى بعض الغابة الغابة يؤمن بالخطورة وكذلك هو مكان بالخطور التخصية للخطورة مع وجود أن يكون بحير من المنزل خطورات الوصيادة علشتك عن مجالك والعنمية إنشار الوصول على الموجودين المترجم الوصول على الموجودين أيها غير كثير من صفحة إعلارة وضعًا أمر لأمر العبور تم تكتب للحديث الكثير من العتياجية القليل يمكن أن تكون الجددية لأمر كثير من غير المعلموا أمر لا يمكنك على الواضحة أماماً للجدد تتنفية إنه الآن يعني إتخال أيها الأولى هناك قد كانت بعض هذه الثلاثة ما هي بين هذه الثلاثات cliche من البحث و شخصة البروصيخ لا يوجد فضل إلى الكثير بخصancy مع الواضحة ولكن مشخصتات التتطبيقية أعيز أأكد على الجملة اللي كانت موجودة على الشاشة منذ ثواني لو نقدر نرجع ثانيتين ثلاثة كده من الفيديو المشكلة أن كلا المرضين مرضين بلا شفاء مرضين مزمنين بلا شفاء تام يمكن ضبطهم يمكن علاجهم لكن لا يوجد شفاء تام الأبحاث الحديثة أوجدت علاقة بين مرض تكييس المبايد ومرض البطانة المهاجرة الناس المتكييسات يحصل عندهم نضوج للبايدات وخروج لهرمون أنوثة بدون حدوث تبويض وخروج هرمون البروجستيرون وتعرض أنسجة الحوض إلى هرمون الأنوثة بصورة مستمرة قد يكون واحد من العوامل التي تؤدي إلى تغير أنسجة تجويف الحوض إلى أنسجة شبيهة لبطانة الرحم ومن هنا وجدت العلاقة بين المرضين ومن هنا اكتشفنا أن 25% على الأقل ربع المتكييسات عندهم مرض بطانة مهاجرة وهذا المرض لا يكتشف ألا بمنظار وبالتالي المتكييسات التي لا يحملنا لفترة طويلة يجب عمل منظار لاكتشاف هل هناك بطانة مهاجرة مصاحبة لهم ولا لأن لو هذا المرض موجود سيكون النتائج محبطة وعدم حدوث حمل رغما عن علاج جيد لتكييس المبايد إلى جانب ظهور أعراض أخرى إلى جانب المشاكل المستقبلية من مرض البطانة المهاجرة وهو مرض لا يمكن تشخيصه ولا يمكن تحديده ولا يمكن معرفته ولا معرفة دركته ألا بمنظار وهو مرض للأسف الشديد لا شفاء منه كمرض تكييس المبايد لكن المرضين يؤثروا بالسلب على فرص سيدة في حدوث الحمل والمرضين يمكن ضبطهم وعلاجهم عند التعامل مع متخصص في مجال تأخر الحمل حنستكمل فيديو وفيديوهات أخرى في الخلقات التالية إلى أن أعود وألقاكم أسلمكم إلى سلام الله يحيط بكم ويرعاكم ويا رب أجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بوشوا خير الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبوهاته الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبوهاته الصبر ما يعبوهاته صبر ما تعبوهاته الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا الص influencers